الله أكبر أشهد الله يا طايل الله أشهد الله يا طايل الله أشهد عمين محمد الرسول أشهد عمين محمد الرسول عمين محمد الرسول عمين محمد الرسول أشهد 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 الله إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى أداء الأمانة بفسه جناته وليل ردوانه وأشهد أن سيدنا محمد أبده ورسوله خير من أداء الأمانة ومن لغوا رساله حتى أتاه اليقين فاللهم صلي وسلم وبارك على سجدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم إباد الله ونفسي بتكوى الله تعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون الأمانة من أخص الفضاء والأداء والأداء التي تفض بها الواجبات وتستقيم بها المواظين الحياة وتنتشر بها الثقة بين الناس وقد أمر الله سبحانه بها إباده فقال إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها ووصب بها أهل الفضاء من المؤمنين فقال والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون وربأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والأمانة فقال المؤمن من أبنه الناس على أموالهم وأنفسهم وجعل صلى الله عليه وآله وسلم أداء الأمانة دليلاً على صحة الإيمان وسلامته فالأناس من مالك رضي الله عنه أنه قال ما خلبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له والأمانة صفة الأنبياء ودأبهم فقد جاء في القرآن الخليم ألا نسان أدد منهم إني لكم رسول عمين فقد رشحت الأمانة نبي الله يوسف عليه السلام ليكون أميناً على كذاين أموال فقال تعالى وقال الملقوتوني به ولو قال الملقوتوني به أتقلسه لنفسه فلما قلمه قال إنك اليواء لدينا مخير الأمين ألجألني على كذاين الأرض إني حفيد العاليم وقالت الأمانة باعثاً على اكتيار الرجل الصالح نبي الله موسى عليه السلام ليأمل لديه ويذوهجه ابنته قال الله تعالى قالت إِنَّ كَيْرَ مَنِ السَّادَرْتَ الْقَوِي الْعَمِينَ وَلَكَدَ كَانَ كُلْقُ الْأَمَارَةِ بَارِذًا بِشَتْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَبْلَ بِإِسَتِهِ وَبَعَدَهَا فَقَدَ كَانَ مَعْرُوفًا بِالصِّدِكِ فَقَدَ كَانَ مَعْرُوفًا بِالصَّادِكِ الْعَمِينَ لِسَيَّدَةِ كَدِيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَهَا رضي الله عنها في رقبتها في الزواج منه صلى الله عليه وسلم فقد أرسلت إليه وقالت إنه قد دعاني إلى البئثة إليك ما قد بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أقلاك وبلغ من أمانته صلى الله عليه وسلم ما أمر به أليا رضي الله عنه أن يبيت في تراشه ليلة الحجرة ليرد وضائع المشركين إليهم أيها المؤمنون ولا تقسر الأمانة على أداء الوداء لأصحابها بل ينقل فيها كل ما اعتمد الله تعالى الأبد عليه فالإبانة أمانة عند المكلف تستوجب عليه وصل أدائها والأولاد أمانة في ألق الوالدين توجب عليها تربيتهم وتوجيههم والتلميذ أمانة في ألق معلمه فعليه أن يلكنه ما يكون صببا في ديانة علمه والأقراب أمانة يجب صونها ولا يجوض انتحاقها والأموال أمانة تستوجب تحسيلها تستوجب تحسيلها من الحلال والإنفاقها فيه من غير تبذير أو تقتير ما أداء حقها من الزكوات والصدقات والوظيفة أمانة تتطلو الإقلاس في أداة والجودة في إنتاج وقال أبد الله بن مسعود رضي الله أنه الصلاة أمانة والوضو أمانة والوضو أمانة والكيل أمانة وأشياء الجهة وعظم ذلك الوداء والجوام أمانة تستوجب الحرص على سلامة خجيران وعالم إذعاجهم وإذائهم فأن أبي شريح رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلى من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بواعقه والمجالس أمانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ملكفة وهي أمانة والعلاقات الزوجية أمانة فما يضمها البيت من شعون الرجل والرأته لا ينبغي أن يطلع عليه أهد مهما قرب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أعظم الأمانة إن الله يوم القيامة الرجل يقضي إلى مرأته وتقضي إليه ثم ينشر سرها نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبز الأمانة وأيو عيننا على أدائها وأيو فقنا جميعا لطاعته وطاعته من أمن الله بطاعته أمنا بقوله يا أيها الذين آمنوا أطئوا الله وأدئوا الرسول وقول الأمر منكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأصدقر الله عليه وله فصدقره إنه هو لطاعته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله chérie یهود أق道ي أن تبدأ الله سبحانه وتعالى أن ينسي качество فرلان تأ ADHD أبقاغ الحكيم اقسanych Sisters Salam الله سبحانه وتعالى واندئي سا rude أقوى أن كل أمر يتم 500 أنبetch أنه يمكن في القرآن ఠlında من إبرلم محمد صلى الله عليه وسلم آله وآله وآله وسلم سؤال آمان اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة